النهاردة وكالعادة كان هناك مظاهرات إخوانية جنحت أكثر إلى عنف مباشر عنف مع المرة تصدير عنف إلى الشارع متوقع في هذه الأيام وسيزيد مع الأيام القادمة سيتصعد قبل الدستور بأيام علشان يخوف الناس عشان يعمل عملية رعب الإخوان كانوا موجودين في عدة أماكن نعم لم تكن الأعداد كبيرة ولكن كان يوجد أعداد مؤزية تم الاعتداء إحراق سيارة شرطة في أحمد عرابي في الاعتداء على جندياي صابت تحطيم سيارات على الكبري المنيب الدائري حطموا مجموعة من سيارات المرة منهم سيارة الفنانة مي سليمو كان معاها بنتها جلها نيار عصبي كانوا بيحاولوا يشلوا الشوارع ويتصدموا الشرطة فصلت بينهم وبين كتير من المواطنين اللي كانوا عايزين يشتبكوا معاهم لا جديد هذه هي خطة الإخوان سأوليكم وسأوافيكم كما وعدت النهاردة بخطتهم في 25 يناير القادم خطة قادرة الهدف منها الوحيد هو شل البلاد وإفساد عملية التحول موسيقى 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 موسيقى